ترضى ملف غاية الأهمية إذ أنه مثار جدل عبر ساحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة خلال الساعة القليلة الماضية نتكلم في حلقة الليلة حول موضوعين في غاية الأهمية الموضوع الأول أن هناك مطالب كثيرة تطالب بتخفيض سن الرجد من 21 سنة إلى 18 سنة وموضوعنا الثاني اللي بنتكلم فيه هو موضوع الرؤية الإلكترونية نتكلم بداية عن تخفيض سن الرجد من 21 سنة إلى 18 سنة كثير من الناس مش عارف إيه الفكرة أصلا من فكرة تخفيض السن وإيه أصلا الفرق ما بين اللي عنده 18 سنة و21 سنة في رؤية القانون الناس كثير بتقول يعني واحد عمره 18 سنة من حقه أنه يطلع رخصة سواقة ومن حقه أنه يتجوز لكن مش من حقه أنه يكون يعمل أي توكيل من التوكيلات الخاصة بالتعاملات المادية أو أنه يتعامل في أي تعامل من التعاملات البنكية بنفسه لازم يكون فيه وصي بتعامل على حساباته وأنه هو اللي يكون متحكم في أموره نظرا أنه ما جابش السن القانوني ناس كثير بتقول يعني هو ممكن يتجوز لكن مش ممكن أبدا يكون ولي لحد من إخواته البنات أو يكون ولي لولدته رغم أن الناحية الشرعية طالما بلغ من حقه أنه يكون ولي لولدته ومن حقه أنه يكون ولي لإخواته البنات وما ينفعش أصلا أن حد يتعدى عليه في وجوده ناس كثير بتتكلم واحد عمره 18 سنة بسوء ومن حقه أنه يتجوز وبيعمل كل حاجة وشاب واعي ومحترم ويشهد له الجميع أنه إنسان محترم وفاضل مش من حقه أنه يكون شاهد شاهد في عائد جواد شاهد في عائد تجاري شاهد في أي أمر أمور كثيرة جدا البعض يرى أنه فيه ازدواجية في الرؤية لهؤلاء الشباب اللي هم في عمره 18 و21 سنة وأنه لابد أن ينظر القانون نظرة خاصة إلى الشاب في عمره 18 سنة وأنه يتم بتخفيض السن فعلا ومع ذلك في المقابل هناك مطالب كثيرة ترفض جدا هذا المخترح وشايفينه لابد أن يضل هذا الأمر على ما هو عليه طيب فيما يتعلق بالرؤية الإلكترونية تناولنا في برنامج من الحياة كثير من الحلقات حول مناقشة هذا الموضوع وإن للأسف الشديد كثير من الناس بعدما بيتطلقوا بينكلوا ببعض وبيشهروا ببعض وبتقعد بقى مواقع التواصل الاجتماعي بقت مهمتها النهاردة التلقيح الاجتماعي إنجاز التعبير وبدأوا يسوموا الآباء على الأبناء والعكس ولا حولها ولا قوة إلا بالله وشفنا تعديات كثيرة جدا في سبيل إن كل طرف منهم يريد أن يحصل على الأبناء ليستقطب من الطرف الثاني ما يريد ولا حولها ولا قوة إلا بالله ظهر مطلب جديد الآن على ساحات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلامي المختلفة حول ما يتعلق به الرؤية الإلكترونية كثير من الآباء عايش بر مصر بيشتغل في الإمارات ولا في السعودية ولا في دولة من دول أوروبا وصعب جدا إن هو ينزل يشوف ابنه بعد ما حصل الانفصال بينه وبين زوجته فبالتالي شايف إن هو من حقه إن هو يشوف ابنه أو بنته عن طريق أي تطبيق من التطبيقات الخاصة على الإنترنت اللي يعرف يشوف ابنه فيه صوته صورة لسيما إن الإبن في المراحل العمرية المختلفة بيكبر وهو ما يعرفش أبوه أساسا غير إن أمه وأهل والدته للأسف الشديد في كثير من الأحوال بيبدأوا يشويه صورة الأب في ذهن الإبن وذهن البنت والإبن والبنت ما يعرفوش حاجة عن أبوهم وبينشأوا على إن أبوهم ضيحهم وإنه ما سألش فيهم كثير أيضا من الأجداد جد الإبن أو جد البنت من ناحية أبوه بيبقى صعب عليه إنه ينتقم من محافظته لمحافظة أخرى عشان يعرف يشوف حفيده في مركز شباب أو في أي مكان من أماكن الرؤية فيبقى نفسه إنه يتعامل مع حفيده حتى لو عن طريق تطبيق من التطبيقات الموجودة على الإنترنت لكن للأسف الشديد كثير من الأمهات بترفض تماما التعامل مع أهل الأب أو حتى مع الأب بعد إطلاع موضوعين في غاية الأهمية نحب إنه نفسح لهم المجال في حلقة الليلة مع الضيوف إنه نتكلم عن هذا الموضوع بزوايا مختلفة حتى نصل إلى حل أو إلى مخترح حلول نستطيع أنه يكون بمثابة الحوار المجتمع من خلال برنامج من الحياة يشارفني واسعدني في هذا اللقاء يكون ضيف وضيفكم الدكتور شريف العماري الباحث والمتخصص في شؤون العلاقات الأسرية أهلا ومرحام بك أهلا بيك أستاذ عمر طحيات الحضرة أيضا معنا في هذا اللقاء الدكتور علاء رجع باستشارة الصحة النفسية أهلا ومرحام بك أهلا وسهلا أيضا الأستاذ علاء مرسي المحامي أهلا ومرحام بك أهلا بيك يا مرحب أستاذ عمر شرف لي